السلام عليكم معكم مامي جانا واهلا ومرحبا بكم في قناتي منوعة واسرار المطبخ لو اول ما تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان توصلك كل الاشعارات وكمنتم محفز منكم يا امراض وكمان ما تنسيش تكتبوا لي انتم من اي بلد بتابعوني زي ما انتم شايفين كده قلبه تجاز طبعا انا اصدى اصيبه بالمنظر ده عشان اوريكو ان بهم كونات بسيطة جدا وكمان متوفرة في كل بيت هنقضي على اصعب الدهون زي ما انتم شايفين كده طبعا الدهون صعبة جدا كان اول يوم رمضان طبعا كل سنة وانتو طيبين فكان لازم ان انا هاخسل بتجاز بعدها وكمان يا بنات الفيديو ده على طلب متابعيني الكرام يا مامي جانا احنا عايزين حاجات يعني مكونات تكون في المطبخ وبسيطة وفي نفس الوقت ننضف البتجاز بكل سهولة والشفاط والفرن والحاجات دي طبعا زي ما انتم شايفين الدهون صعبة جدا وكمان يا بنات نفس الخالطة دي ينفع ان احنا نستخدمها في السيراميك والحوائط والحاجات دي كلها والشابيك الألمونتال والحاجات دي كلها باسم اللي ما شاء الله بتخلي الحطة جميلة جدا وانضيفة اول خطوة هنا يا بنات هنعمل ايه زي ما انتم شايفين كده هجيب ورق كراسة كده عندي وهشيل عيون البتجاز كده خالص وهبتدي ان انا جيب الورقة كده هو قوارها زي كرة وهقفل بها عين البتجاز او هسدي بها كده عن البتجاز خالص بحيس ان انا وانا بعمل الميا او بعمل الخلطة ما يجيش على الفنية بتاعت البتجاز اي ميا ولا اي حاجة عشان ما يحصلش ان العين تكتم معنا او كده لان انا كنت باسم البنت تغسله بصراحة فالعين تاني اللي هما يعني ينضاف شوية دول هما اصلا بايزين عندي تمام واول حاجة معي يا بنات معلقة كبيرة من ملح اللامون على معلقة كبيرة من الكوربوناتو على كيس بيكنج بودر كان عندي كمان في البيت حطيته كده اي نوع صابون عندك على حسب البريلة او الفيبة او الفلة او اي نوع انت بتستخدميه ده ليكم مطلق الحرية فيه هاجب برطمان كبير زي ما انتو شايفين كده الميا طبعا وقت الديكات مية سخنة بنات سخنة مغلية تمام هنزل عليها كده بحوالي اربع معلق كبار من الصابون اللي هنستخدمه ده في بايا بنات على فكرة وبعد كي اخطي البرطمان وزودته كمان مية مغلية تانية يعني هخلي البرطمان كده حوالي نصف مية تمام تمام صلوا على الحبيب قلبكم يطيب والصلاة على الحبيب مسكن وطيب كده كملت المية السخنة كده في البرطمان هبتدي انزل علي المية السخنة بالملح اللمون والبيكنج بودر والبيكنج السودة او الكوربناتو طبعا المكونات ده يا بنات متوفرة عندنا في كل بيت على نص كوباية من الخل شايفين الفورن يا بنات الفورن ده هينزل علي الدهون ده هيفتتها في ثواني بسم الله ما شاء الله في ثواني كده ومش هيتعبني ولا هياخد مني مجهود جامد ولا حاجة هاجب المكونات زي ما انتو شايفين كده وهبتدي ان انا ارش البتجاز رشه كويسة وهسيبه حوالي من ثلاثة لاربع لخمس دقيق بس مش اكتر تمام وكان يفضل ان انا قلبس جلافز يا بنات بس بصراحة دورت عليه ملقتهوش فاشتغلت بايدي بس لو متوفر عندك جلافز يكون افضل طبعا بعد كده جبت السلكة الخشنة دي يا بنات بصراحة دي ادية ورجلية في المبخ بسم الله ما شاء الله بخسل بها الاستلس بخسل بها الالمونيا بخسل بها البتجاز بس اعيد ادوكم علومة ان السلكة بتاعة الشفات والبتجاز دي خاصة بالبتجاز والشفات يعني مش اللي بخسل بها الموعين هي اللي بخسل بها البتجاز لأ خالص دي حاجة وده حاجة اللهم صلى على النبي هبتدي بقى ان انا جيب مية من الخلطة اللي انا عاملها كده على استفنجة والسلكة وهبتدي ان انا اخسل الحوامل بتاعة البتجاز زي ما انتو شايفين كده طب يا مام الجانا انت مش بتخسلي الحوامل في الحود هو مكان الحود عندي داية شوية وغير كده وكده الادية بتتعبني فانا بفضل ان انا اخسله مكانه وبعد كده اشطفه في الحود على طول وعلى فكرة يا بنا نجربه اخسله الحوامل في الحود وجربه اخسله وهي مكانها سابتة كده على البتجاز هتلاقوا مكانها وهي سابتة على البتجاز مريحة اكتر ما بتبقى تحت الحود بتبقى شد عصابك بيبقى عصب ايديك مجدود اما كده مريحة جدا بسم الله ما شاء الله تمام تمام طبعا زي ما انتوا شايفين الحوامل عاملة ازاي شايفين الدهون زي ما انتوا شايفين كده يا بنات برضو ان المقونات اللي معي بسيطة جدا اهي وماشاء الله نظفته معي وخليته كريستال في وقت مفيش يعني ما خدش في ايدي وقت خالص ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده طبعا السلكة الخشنة ديت بصراحة انا بحبها يعني بتخلي البتجاز فلة اه جربه اخسله بالسلكة العادية وجربه اخسله بالسلكة الخشنة هتلاقون ان السلكة الخشنة ما شاء الله بتجيب كده من الاخر اللهم بارك اكمل بقية الحوامل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات عشان اخلصها كلها كده مع بعضها وبعد ما خلصها هاخدها كده تحت الحنفية وهبتدي ان انا برضو ادعكها بالسلكة تحت الحنفية عشان انضفها من الدهون والصابون طبعا نضفتها وخليتها زي الفل وحطتها تصفى وغسلت كمان عيونه البتجاز بنفس الخلطة اللي انتوا شفتها دي هاجيب السلقة زى ما انتو شايفين كده يا بنات وابتدتان انا ادعك البوتجاز شايفين ما شاء الله الى الدهون الساحت معي بسرعة ودابت شايفيين اهو جبت طبق كده علي جنب هاليكون اشفط الميه كده او بالاسفينجا الي معايا طبعا انا بحبش ان انا افضل رايح حاجة كده من الحضل البوتاجاز طبعا غصبا عنينا المياه بتقع من السلكة فجبت الطبق كده حطته على جنب وزي ما انتو شفتوا كده بستفينجا وابتديت ان انا قلم المياه كلها اللي على البوتاجاز خلاص خلاص تمام ونشفتوا كده وزي الفل ابتديت برضو ان انا جيب نفس الخلطة عشان الحاجات اللي هي كانت يعني عايزة ادعكها اوي شوية اضغط عليها بستلكة زي ما انتو شفتوا كده جاتة من حوالين العيون بتاعة البوتاجاز برضو وغسلت كويس جدا وغسلت كمان الازاز بتاع البوتاجاز اهو زي ما انتو شفتوا هبتدي برضو ان انا اشد كل المكونات دي هاتلي معي بالدهون اللي فيها بكل حاجة في الطبق طبعا الطبق ده يا بنات مش بنستخدمه في المطبخ والطبق ده خاص بتاحت الحوض يعني حاجة الطبق صغير كده انا حطها لحاجات زي كده منظفات او حاجات زي كده اه بحب اقول كل حاجة يا بنات بوضوح عشان اخواتي وبنات الصغيرين اللي لست مقبلين على الجواز وطبعا احنا كستاب بيوت شطرين برضو بنتعلمهم بعض الخطوة اللي بعد كده هنجيب المكنسة بتاعتنا وهبتدي ان انا اجي على عيون البوتاجاز لان وحنا بنبخ غاص بنعنينا شعرية بتقع عدس بيقع رز بيقع حبيت مكورونا اي حاجة فالفن يا بتاعت او الاعداء بتاعت العين من جوة بيبقى فيها طبعا اكل كده واقع غاص بنعنينا فبشفطه الاول اه شايفين يا بنات البوتاجاز ما شاء الله نطف بسرعة معي وبكل سهولة والعين بتاعت البوتاجاز الالمونيا بتلمع وزاي الفل الكريستال اه زي ما انتو شايفين كده بجد يعني الصورة ظلمة البيض بتاع البوتاجاز باسم اللي ما شاء الله طبعا انا كده خلصته وتمام وزاي الفل هقفله معكم بس تعيز اقول لصحابي وبناتي اللي بسألون يا مامة جانا ايه افضل انواع البوتاجازات بالنسبة للمصري او المنتج المصري فرش او اديل او شرب تمام التلات انواع دا اللي بنات احلى من بعض طيب بالنسبة للمستورد بصراحة ده نوعه بيكو بس بصراحة اه مش يعني مش عاجبني كان عندي الاحلى منه تمام تمام اه ان شاء الله في الرفيو بتاع تنظيف الفرن مع بعض هقول لكم اه لو بيتجيبوا المنتج الاجنبي تجيبوا نوع ايه ولا ايه ولا ايه بس بصراحة ابعيدوا عن البيكو خالص في البوتاجازات لان فعلا عن تجربة هو مش حلو الفرن بتاعه باز معايا بكل سهولة على الرغم ان انا نوعية بحب احافظ على الحاجة زي ما انتم شايتين كده اللهم صلى على نبي كده خلصت البوتاجاز بتاعي ونشفته كده فوطة كده في الاخر وخلاص كده تمام هنوريكم الجمال والنظافة بسم الله ما شاء الله روتين جميل جدا وخفيف ولزيز جدا وشكر خاص لكل امتابعيني وكل حبيبي من داخل مصر ومن خارج مصر ومن جامعة الدول العربية ربنا يجبر خواطركم جميعا زي ما بتجبروا بخطري بالكومنتات المشجعة والمحفزة وبالفهانا يا رب ليه اللي نظفه واللي شافه اللي هينظف على طريقتي وشياروا يا بنات الفيديو ده على قد ما تقدروا عشان البنات يستفيدوا واهم من الشغل تصبيت الشغل زي ما انتم شايفين كده متابعوا لايك لبيجي الفيسبوك من نوعات واسرار المطبخ واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته